الله وبركاته إزايكم يا سنة ثانية عاملين إيه يا ربكم بخير معاكم زملتكم فاطمة السيئة عضو بلاجلة نجاح تيم الأناتومية وهنشرح مع بعض النهاردة موضوع بسيط جدا هو عبارة عن البستيرور أبدومين الوول أو عضلات البطن الخلفية حين في المحاضرة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أنتيرور أبدومين الوول اللي هي عضلات البطن الأمامية هنتكلم دلوقتي عن عضلات البطن الخلفية قبل ما نبتدي بس يا شعب حابة أفكركم بحاجة بسيطة جدا إن النية هي أساس العمل بمعنى يعني ممكن حد دلوقتي قاعد يشوف المحاضرة بنية إن هو عايز ينجح ويخلص السنة دي أو يجيب امتياز أو غير أو غيره كتير وحد تاني قاعد إن هو عايز يتعلم العلم النافع ليد ربنا سبحانه وتعالى وإن هو يفيد المرضى في المستقبل فنخلي النية يا شباب في الأول والآخر إرداء لربنا سبحانه وتعالى وما فيش أي مانا إن إحنا نكون طبعا عندنا نية إحنا نتفوق ونجيب امتياز والحاجات دي كلها وسانيا ما ننساش ندعي لخدنا فلسطيني إن ربنا يعجر بنصرهم ألا إن نصر الله قريب ونبدأ في موضوع النهاردة وهو عبارة عن مصر أوف بسير الأبدومين الوك عضلات البطن الغرفية دي عبارة عن أربع عضلات هناخدهم مع بعض النهاردة وأول عضلة معانا هي عضلة السوس ميجور مصر تانية عضلة معانا هي عضلة السوس ميجور مصر وتالت عضلة معانا هي عضلة كوادريت اسلمبورا مصر ورابعة عضلة معانا هي عضلة الإلياقص مصر يبقى إحنا ناخد مع بعض أربع عضلات في موضوع الوك تاليا مصر وبسير الأبدومين الوك طيب لو أننا عايز ألوك ننظر عليهم كده في الأول قبل ما نتكلم عليهم بالتفصيل أول عضلة معانا وهي عضلة اللي هي السوس ميجور اللي لونها رد هنا والليلونها بينك ديه عضلة السوس مينور واللونها جرين دي هي عضلة الكوادريت اسلمبورا واللي اللونها أصفر ديه يعبارة عن عضلة الإلياقص فهم دول الأربع عضلات أظن نحن الوقت تخيلنا مكانهم موجودين فين بالضبط في جسمنا بعد كده قبل ما نخش في موضوع النهاردة عايز أقول لكم على بعض الفيتشورز أو بعض الخصائص الموجودة في كل عضمة سواء العضلة اللي احنا نخدها النهاردة تمسك فيها origin أو insertion هتروح تمسك فيها وأول حاجة عايزين نعرفها فيه الفرتبرة معانا واللي هي عبارة عن الفرتبرة عبارة عن إيه أصلا كل الفرتبرة في جسمنا يا شباب عبارة عن body وعبارة عن التنين process فيه processes على الجوالد فبنقول عليه الـ transverse process وفيه process ناحية وراء ده اللي بنقول عليه الـ spinous process لو جبت إيه دي ومشرت على العمود الفقر كده في ظاهري كده هلاقي هو البروز اللي ظاهر معاه هو البروز بتاع الـ spinous process ولكن جسم الفقرة أو الباضي بتاع الـ vertebra بيكون موجود ناحية قدام من جسمنا والـ spinous process وراء والـ transverse process على الجوانب ونعرف تاني إن ما بين كل فقرة وفقرة بيكون فيه حاجة اسمها غضروف أو بنسميه inter-vertebral disc ده بيكون عبارة عن مدة جيلاتينية موجودة ما من كل غضروف التاني عشان نعرف من رحمة ربنا بينا نحن نعمل في trunk flexion أو extension ولو وجود الغضروف ده ما كانش هيكون فيه أي حركة كان قسين كده هيكون عامل بالظبط زي الروبط ما بيعرفش التنين قدام أو يرجع لواره من جسمنا فالحمد الله سبحانه وتعالى بعد كده لازم نعرف إيه تاني نعرف إن ما بين كل فقرة وإن الفقرات دية بيكون ماشي جواها النخاع الشوكي النخاع الشوكي يا شباب ده وظيفته إن هو بيخرج منه الأعصاب اللي هتروح لكل أجزاء الجسم وإن العصب دوه لازم يروح لكل عضلة عشان يسهل عمل الحرقة بتاعتها فإن العصب لما بيغز العضلة الحركة بينشعنا الحركة العضلية اللي احنا بنشوفها في جسمنا فإحنا خادر لنا دلوقتي إن الفرتبرا في جزء اسمه vertebral body اللي هو جسم الفقرة وفيه ورس فينس بروسوس وفيه اتنين على الجوانب ترانسل بروسوس وعرفنا إنه بيخرج من ما بين كل فرتبرا وفرتبرا بيكون في حاجة اسمها intervertebral disc وعرفنا إنه بيبقى ماشي جواه الفقرات دي إنه خاح الشاك أظن أنه أنتو خطوه في النيورواناتومي اللي بيخرج منها الأعصاب اللي راحل كل أجزاء الجسم ثانياً بس عايزاكوا تتخيلوا لشكل الارتري والفينز أو الفيسلز عمتاً موجودة فين بالضبط من الفقرات فلا إن إن هي موجودة عند الجزء اللي هو اسمه الباضي اللي احنا لسا أخذونه دلوقتي يعني موجودة ناحية قدام ولا إن التفرعات بتاعتها ماشي ناحية كده ورجع ناحية ورا عشان لما يجد الواتي أوصف لوكو السوا سميجر ماشي إزاي هتعرفوا تتخيلوها لما تفهموا بالضبط الفيسلز ماشي في جسمنا إزاي ماشي قدام الفقرات هي وتبتدي التفرعات بتاعتها تخرج لورا تمام تمام الثاني حاجة عايزين نعرفها مع بعض في عظمة الفيمر اللي هي عظمة الفقد عايزين نعرف فيها طبعا إن هو فيها اتنين ترو كانتر أولا عظمة الفيمر دي هي اللي بتمسك مع البيلفس هنا مع عظمة البلفس عشان تكول لنا طبعا البلفس جوينت أو اللي هو مفصل بتاع الحوت عظمة الفيمر دي عبارة عن الهيد وفي جزء بعد الهيد الراس بيكون بعدها رقبة فهي عبارة عن الهيد اوصف فيمر وبعدين النك اوصف فيمر وبعدين البادي بتاعها قد منطق من قبل بيكون 2 بروز او بروز على الاجتر تركيزه باستنظر عظم الحوض عبارة عن 3 اجزاء يكون عبارة عن جزء اسمه الاطل وفيه جزء اسمه البيوبك وفيه جزء اسمه الاسكال في جزء الاطل حيزاكم تعرفوني и الحتة دي اللي هي بنقول عليه اسمه وله هو ناحية جوه قول عليه انرلب اوف الف 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 الفkop ولو نحية ببره مش نشوفه من الصورة دي هيكون حاجة اسمها عايزاكم تعرفوني ان موجود في الصورة دي الحتة دي اللي ا عايزاكم تعرفوني ده في جزء لاياك السبب المفrows، أنك أعرف بالنسبة للجزء البييوبيكanov، يكون هنا اعلى حاسم اش verbal بيكتينيه اللاين في الجزء البييوبيك بيكون هنا خافة اللون وفيه جزء البييوبيكذن البييوبيك، ومقف وفيه جزء البييوبيك وهناك يقول بالت Times اللي هي عظمة الحوت ان بيكون فيه هنا حاجة اسمها الي كريست طب منحك جو اقول عليه اينا روليب اف اليك كريست ويكون فيه هنا حاجة اسمها اليك فصة وبعدين بيكون فيه هنا حاجة اسمها بكتينيالاين وفيه حاجة موجودة بروس كده ما بين الجزء بتاع الي هو اليك وبين جزء بتاع اليك اسمه الي بيوبك امننس وبس ده اللي عايزكو تعرفوه معانا في عظمة الي هي البلفس نخش بقى في موضوع محاضرة النهاردة وهي عبارة عن عضلات البطن الخلفية او posterior abdominal wall اول عضلة معانا هي عبارة عن السوس ميجور مصل السوس ميجور مصل يا شباب هي اللي موجودة في صورة قدامنا في صورتين دول هي دي عبارة عن عضلة السوس ميجور مصل فلما نبص عن صورة دي هللاقيها اني بتاخد أرجم منين لقيت ان العضمة دي عبارة عن فايف سليبس هتقولي لي اين اللي سليبس ده السليبس ده يا شباب اللي انا اشوال لكم عليه مثلا دي دي بقول على سليبس دي سليبس دي سليبس لو جينا نعبدهم هللاقيهم كم سليبس هللاقيهم خمس سليبس فبقول ان العضلة دي عبارة عن خمس سليبس جاية من دلوقتي هي واغدة من جسم الفقرة قدام هي موجودة ناحية قدام فاكيد هتاخد من البادي من الجزء اللي هو البادي بتاع الفرتبراء لا شباب اللي هو هو والطرانسف البروسوس لانه هما على الجوانب فهو الوسف تاع الكن هي عباره عن خمس سليبس جي من الاجيسنتوبورته смогتقدام بتاع الجسم في الفقرة وبين كل جسم فاكرة و الجسم فاكرة ثانية فيه انترفيرتبرال ديسك فهو جاي من adjacent to parties بتاع جسم الفقرب vertebral body والinter vertebral disc اللي ما بينهم جميل جميل وعرفنا لو جيت قلت لك دي موجودة قدام ايه هي موجودة قدام ال spinous process هتقول لي اعيو عندك حق لان ال spinous process على الجوانب وانا مش شايفها فمعنى كده ان العضلة دي مغطية فهي موجودة قدامه يبا هي موجودة قدام اللي هو transverse process اللي موجود على الجوانب جميل جميل تالت حاجة بيقول لنا ان العضلة دي بتكون حاجة اسمها tendenius arts tenden ده اصلا عبارة عن ايه عبارة عن الجزء اللي هو بيربط ما بين العضلة اللي هو البون يعني بالعضلة اللي هي المصل فبيكون حاجة اسمها tenden فالتندون arts اللي انا هشورلكو عليه هنا في الصورة دي ده tendenius arts يا شباب تمام فبيقول لك ان tendenius arts ده هو cross over يعني بيعبر اللي هو الفيسلس انسا كنت في الاول خالص شورتلكو على مكان الفيسلس موجودة فين كانت موجودة قدام جسم الفقرة هنا وكان التفرع ببتاعي بيبتدي ان هو يخرج ناحية وراه فهو قال لك ان tendenius arts اللي كونته عادة بيكروس اوفر الفيسلس فتعالي نقرأ الكلام اللي موجود بالزبط اول حاجة بيقول لنا ان هي عبارة عن خمسة سليبس واظون احنا عرفنا عن ايه سليبس جام نين جامل من اللي هو الباضي اللي هو جسم الفقرة والانترفيرتبرال ديسك اللي ما بينهم جميل جميل تاني حاجة بيقول لنا ان هي موجودة فين بقى من النسبة للترانسفيرس بروسس اللي هو موجودة عجالي اللي خمسة فهي عدت على اول خمس فقرات قطنية جميل جميل بعد كده بيقول لنا ان الخمسة سليبس دولس كونه تندينيس عرش واظون احنا عرفنا عن ايه تندينيس عرش تندينيس عرش دو هيعدي على الفيسلس الفيسلس بتاع ايه بتاع الفقرات القطنية جميل اللي هي جزء من الفقرات القطنية يبقى ده بالنسبة للأورجن بتاع عضلة السوس بعد كده هناخد العضلة دي راح تعمل انسرشن فين عضلة بيzieh lle stretch tube قالك ان مش تملك قليلا التعمل عند Polyzer nerve 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 اذا اكدت مجدد上 الرقم هناخد العضلة ب erase5 بمعنى انهارب كل根 ISL 3 وتلاتة بمعنى ان هي اخدت من اول تلات اعصاب بتاع الفنترال بتاع الفنترال ريماي بتاع الأبر سري لامبر نيرفز بمعنى اولا عايزين تفهم بعض عن ايه فنترال ريماي دي اظن انتو خدتو في الترم الاول في النيورو اناتومي ان بيكون في حاجة اسمها صبين الكورد انو خاعش او كده اللي موجود جوه الفقارات بتاعتنا جوه الكنال جميل اللي هو بيكون عبارة عن في جزء امامي جزء امامي وجزء خالفي عشان يكوننا اللي هو النيرف روت في الاخر الجزء اللي هو بيكون طبعا امامي بنقول عليه فنترال فبنقول عليه فنترال روت وبيكون عبارة عن دورزال روت اللي هو بدينا في الاخر عبارة عن الفنترال ريماي والدورزال ريماي هو ده الفنترال ريماي اللي انا بقولكو عليه اللي هي تاخد منه عضلة الصوص ميجور فهي بتاخد منين بتاخد من الفنترال ريماي بتاع ايه بتاع اول تلات اعصاب بالنسبة لفقارات القطنية ابر سري لامبر نيرفز تمام يبقى العضلة دي اسمها عضلة خمسة تاتة بس هو سميجور خمسة تلتة خمسة يعني ان هي عبارة عن خمسة سليبس وتلاتة ان هي اخدت من اول تلات اعصاب بتوع اللومبر نيرفز جميل جميل دي بقى دي اول عضلة معانا عبارة عن عضلة السووس ميجور مصل هنعرف دواتي مع بعض الاكشن بتاعها العضلة دي بتعمل اي العضلة دي حوارتها كتيرة شوية يعني بيقولك مثلا هتثبت الجزء الديستل وتحرك البروكسومل هتثبت البروكسومل وتحرك الديستل هتعمل حركة معينة وقالك هتستخدم العضلتين يعني اللي على الجنبين اليمين والشمال هتعمل حركة معينة فالعضلة دي حوارتها كتير شوية فقالك مثلا لو انت احنا خلاص احنا عارف انها مسكة منين مسكة من اول اللي هي اللومبر واجستنط بورتس غيرت ما تمسك عند عظمة الفيمر او عظمة الفقد فقالك يعمل بكل بساطة لو انت لو انت بكل بساطة هتشغل بلو اللي هو هتشغل يعني تحت العظمة الفيمر وتثبت اللي فوق فقالك ان هي هتعمل فليكشن هتعمل فليكشن لمين هتعمل فليكشن لعظمة الفقد فكده عمل فليكشن في مفصل الحود فديه لو هتثبت مين لو هتثبت يعني الجزء البروكسومل وهتحرك الديستل تاني حاجة قالينا فورم اباف يعني هي عكس بقى يعني هقوم ثبت عظمة الفيمر اللي هي ليزر تركانتر اللي راح تعملت انسيرشن فيه وقوم حركة اللي فوق حرك جزء بتاع اللامبر فقالك هتعمل ايه بقى في اللامبر هتعمل اللاترال فليكشن ده اللي هو صيب بندنج لانا كني بتني موطية الترانك على الجنب تالت حاجة قالك لو العضلت العضلة من على الجنب بين اشتغل يعني الجزء اليمين والجزء الشمال اشتغل مع بعض قالك هتعمل ايه قالك هتعمل فليكشن في الترانك مش فاهم اهي العضلة الخاصة احنا عرفنا بتاعها منين فقلنا لو هنا هسبت هسبت الجزء بتاع دوه هسبت الجزء دوه هبتدي اللي انا حرك ده فلو حرك ده هتعمل فليكشن فين هتعمل فليكشن في الهب جوينت وتاني حاجة لو انا هسبت مين هقوم سبتها عظمة الفيمر يعني هكون موقفة رجلي على الارت جميل يعني مش حركها هسبتها وبعدين هبتدي حرك منطية الترانك فاعرف هجيب بها ساعدة صيب بندنج هعمل صيب بندنج على الجنب بفروض يعني هعمل صيب بندنج على الجنب ده انا هسبت دي وقوم حركة دي جميل جميل وقالك لو العضلة من الجنبين اشتغل يعني الصيب بندنج على اليمين والصيب بندنج على الشمال اشتغلوا مع بعض فبيعملك ايه بيعملك فليكشن بسألة خب بالك ان هي بتعمل فليكشن من السيمي ريقوم بندبوزيشن يعني لو شخص مثلا نعم كده وعايز يقوم يقوم من وضعية الصيبين بوزيشن فهو اللي بيعملها مين شغل العضلتين مع بعض العضلة دي سميها ايه اسمها عضلة خمسة ثلاثة وعرفنا ليه خمسة اسميناها بعضلة خمسة ثلاثة جميل جميل بعد كده هناخد تاني عضلة معانا وهي السوس مينور مصل قالك ان هي مينور يعني حاجة صغيرة كمان ممكن ما تكونش موجودة في جسمك يعني مش موجودة على ده كل الناس عضلة السوس مينور مصل دي هنعرف فيها يا نعرف فيها origin هنعرف فيها نفس اللي بنعرف كل عضلة طبيعي فأول حاجة بيقولين العضلة دي منين العضلة دي أنا بسميها اصدقى اسمها واحد واحد وتعرف كمان شوانا بسميها واحد واحد ليه أول حاجة العضلة دي جاء منين جاء نفسي مش العضلة بتاع السوس مينور كان برده بتيجي من كامل بادي بتاع جسم الفقرة وكان بتروح تعمل انسيرشون فأماكن برطه معانا هي برده تاخد من كامل بادي بتاع الفرتيبرا بس قالك ان هي تاخد من أني بقى فقارة بالزبط قالك ان هي هاخد من آخر واحدة صدرية واول وحدة كاطنية واخر واحدة صدرية الثانية كان الآخر من الصدرية يعني من اللي هو كان بتنتهي عن t i l 5 الفاقرة الصدرية صدرية colder وقت احضن ليس acuerdo ادما كنت بم كانت اخد فاطرية تاصل من الفاقرة فأكيد هتاخد منه طب بالنسبة للإنسيرشن إنسيرشن دي العضلة بتروح تعمل الإنسيرشن فين أولنا بيقول لنا تعاني قرأ مع عضو هكاتب ايه بيقول لنا العضلة دي بيكون عندها تندون التندون ده بينزل لتحت قدام عضلة السوس ميجرو ده اللي حين شفناه في أول صورة خالص في الفيديو مساعدة تبديكوا كده شكل مبدئي للسور يعني الشكل المبدئي للعضلة قصود يعني فكاننا لقيناها إن عضلة سوس مين موجودة فوق كده السوس ميجرو فقالك التندون بتاع بيكون طويل شوية وماشي على عضلة سوس مين السوس ميجرو عشان في الاخر نروح يعمل لي إنسيرشن فين إنسيرشن فين إنسيرشن فقلنا الجزء اللي هو موجود ما بين الجزء اللي هو اسمه الإليك وجزء بتاع البيوبك كان حاجة اسمها ايه من نص جده إليو بيكتينيال إيمانس وكان البيكتينيال لين اللي انا ورته لكم في اول فيديو من ضمن الفيتشورز الموجودة على عظمة البلبس جميل جميل بعد كده العضلة هي الأكشن بتاعها قالك إن هي أصلا مش موجودة عند الناس فساهمت في الفيليكسور بتاع الترنك ساهمت ما ساهمتش كان بها ما ساهمتش خير وباركة برضو تمام تمام بعد كده بالنسبة للنيرف صبلاي بتاعها قالك مشانا قلتك أنا سامتها في الاخر واحد واحد عارف بقى عايزين تعرف لين سامتها واحد واحد أولا إن هي خادت من آخر فقرة صدرياز التانية بس إيه خادت أول فقرة قطانية بس فدي رقم واحد الأولاني الواحد الثاني عشان لما تيجي بتاخد نيرف روت بتاخد برضو من أول فرس لومبر نيرف عارفت اللي تسميتها العضلة بتاع السووس ماينر واحد واحد تمام يبقى ده بالنسبة للنيرف صبلاي بتاعها وبردو الفنتراريماي زى عضلة السووس ميجور الفنتراريماي زى ما إحنا شرحين دلوقتي إن هو عبارة عن الجزء الأمامي من النخاع الشوك الموجود هنا اللي هو عبارة تقريبا وايت ماتر وجري ماتر وبعد كده بيخرج بينه فنتراريماي ودورز الريماي هو بقى الفنتراريماي ده هايكوولينا نيرف هيروح يغزمين عضلة السووس ماينر ماصل تمام يبقى دوات احنا اخدنا مع بعض عطلتين السووس ميجور والسووس ماينر هنخش على تالة عضلة معانا وهي عضلة الكودريتس لمبورم ماصل أظن انتو بتاخدوها السندي في الماصل تست إن انتو بتاخدو لها طبعا تست كده معين اللي انت بتنام صوباين وبتاخد رجلك عليك عشان تبان شورتر وبعدين بتسيب رجلك فبان لونجر والحاجة ده ده تقريبا التست بتاع تاخدوه السندي تقريبا او الترم ده في الماصل تست لوورلين جميل فعضلة جودريتس لمبورم ماصل هنعرف برضو الأورجن نفس اللي بنعرف في كل عضلة أول حاجة بالنسبة للأورجن بتاع العضلة دية العضلة دية هتاخد من الترانزفيرس بروسس ناخد بنا عضلة السووس مايجور كان بتاخد من جسم الفقرة وجسم الفقرة ده كان موجود قدام الترانزفيرس بروسس ولكن العضلة دية هتاخد من الترانزفيرس يعني اللي هوоронزفيرس المريك يسمى الترانزفيرس بروسس مين بتاع مين؟ بتاع الفقرة القطنية رقم خمسة بتاع الفقرة القطنية رقم خمسة وتاخد اليلومبر لجيمنت وبمعنى ده اليوم لامبر لجيمنت أورهل لكم حالا في الصورة القطن BHجم شباب رDave principle أول شيء هو الفقرات القاطنية وهي جزء الفقرات الـ Lumber وهذا عبارة عن الـ Illyac فنحن أعرف أنه هناك جزء اسمه موجود مبينهم هذا العضلة الـ Illyolumbra Legament وهذا الـ Illyolumbra Legament وهي العضلة Quadrius Lumburum وهي أخذ منه origin وهذا العضلة الـ Lumbra Legament وهو عبارة عن Antero Sacral Legament وهو موجود مبين جزء الساكرم وهي الفقرات الساكرم وهو موجود مبين الجزء فهو يكون ساكرو إلياك لجمانت وعشانه بيقى فيه جزء أنتيرو بستيرو فده عبارة عن Antero Sacral Illyac Legament تمام ده بالنسبة لهو Illyolumbra Legament وهي عبارة عن عضلة الـ Quadrius Lumburum وهي عبارة عن خدت origin منين من الفقرة القاطنية رقم 5 وعبارة عن الـ Illyolumbra Legament وقال لك أنه عبارة عن جزء من الـ Illyac Crist هو انشس بتاع الـ Illyac Crist جميل؟ من الصورة هنا قبل أن نخش على insertion توقعوا هي راحت خدت insertion منين؟ برافو عليكم لقيت فعلا أن هي راحت على آخر 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 رب موجود معنا في الدروع العامل الموجودة ناحية ورا خد منها طبعا خد منها وكمان خد insertion في أول أربع فقرات قطنية خد insertion في أول أربع فقرات قطنية هي في الصور الموجودة قدامنا هي لقيت أن هي مسكة في أول أربع فقرات قطنية ولاحظنا أي في العضلة دي؟ لأن العضلة دي مميزة عن باقية العضلات الموجودة في جسمنا لقينا أن العضلات في جسمنا اللي احنا خدناها دوقتي كانوا مسكين لفوق ونزلين لتحت العضلة دي مميزة شوية أن هي مسكة من تحت العضلة دي مميزة باقية العضلة دي مميزة في الموضوع ده أول حاجة بقول لنا أن العضلة دي مميزة شوية يعني بتطلع لفوق تمام وهي طالعة بتكون بين ما يسمى الرؤكوت ليجامنت أظن أن انتو خدتوه تبع الديفرايم أن احنا عندنا في الديفرايم بيكون في حاجة اسمها الرؤكوت ليجامنت أنه يكون هنا طبعا ميديلر وغير السرق وهنا المستقبل الاركويت ليجامنت فهي جزء الليجامنت دي موجودة عند الديفرايم وفيه منها تد اجزاء سواء كميدين او ميدييل أول او لاترال أركويت ليجامنت فبيقولنا ايه؟ فيقولنا انها تطلع لفوق عشان تمسك في اخر رب فطبيعني هي تكون ورا 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 اللي جاملتات بتاع مين ورا اللي جاملتات بتاع عاضلة الديفريم جميل جميل وقال لنا هتروح تعمل فين؟ قلنا انها تروح تعمل فين الاخر رب موجود معنا اخر ضلع موجود معنا بس في الـ بس في الـ يعني من الجزء اللي هو ناحية النص الوناحية الجوهة جميل وعملت 4 سليبس عمت 4 سليبس من في الترانسفرس بروسس بتاع اول اربع فقرات قطنية فالعضلة هنسميها مع بعض عضلة الاسمية 5 4 3 يبقى ثاني السوس سميتها عضلة بتاع 5 3 السوس سميتها عضلة بتاع 1 1 خمسة عضلة قوضرات سلمبورم 5 4 3 إذا أول حاجة العضلة بتاع 4 دي عشان هي عبارة عن 4 سليبس وخمسة لإن هي راحت مسكت في الفقرة القطنية رقم 5 ده الورجن بتاعه كتوى أقدم الفقرة القطانية رقم 5 والليجيمنت المبين الإليام المبين اللومبر إليو لومبر ليجيمنت وكان جزء بتاع إليا كريست فده أول حاجة خمسة عشان هي في الورجن بتاعه كان لومبر فرتبري رقم 5 طب أربعة عبارة عن إيه؟ عشان هو قال لي دوقتي أنه عبارة عن أربعة سليبس أربعة سليبس ودور مسكين فين؟ مسكين في الترانسفيرس بروسس اللي هو موجود على الجنب بتاع الفقرات القطانية اللي هم أول أربعة طب رقم 3 ده عبارة عن إيه؟ رقم 3 إن العضلة دي هتاخد إيه؟ من الفنترال ريماي بتاع أول ثلاثة لومبر فرتبري عرفين زي مين اللي خدت من أول ثلاثة لومبر نيرفوس براوو عليكم هي السووس ميجور مصر السووس ميجور مصر المشتركين في النيرف سابلاي بتاع الفنترال ريماي جميل جميل والعضلة دي راحت عند فوق كده راحت فوق ورا الدافرام ورا اللي جميل تس بتاع الدافرام ومسكت في آخر ريب فمعقولة مش هتاخد من الساب كوستن نيرف لا طبيعا هتاخد من الساب كوستن نيرف طالما هي طلعت فوق كده ناحية العضلات بتاعة جميل جميل يبدوتي العضلة دي هسميها مع بعض إيه؟ العضلة بتاعة 5 4 3 ده عبارة عن الساب كوستن نيرف اللي موجود في الصورة هنا وهنا عرفنا الليجيمنتات طب الاكشن بتاع ايه؟ يعني معقولة هتروح تمسك في آخر ريب ومش هتشارك في الاكشن بتاع التنافس لأ طبيعا هتشارك في الاكشن بتاع التنافس قالك هتشارك في الاكشن بتاع التنافس ازاي؟ عن طريق ان هي عام اولا الدايفرام ده بالضبط في جسمنا بيكون عامل زي الشمسية المقلوبة بيبتدي ان هو ينزل لتحت لما ادخل نفس يعني بيبتدي ينزل لتحت وبيخرج ايه؟ بيخرج لبرة جميل جميل فهي هتقوم عاملة لإيه؟ هتنزل لي هتنزل وفكس ديوري ديوري هتنزل للشمسية المقلوبة تفرد لتحت كده فالدايفرام ينزل لتحت وبيخرج لوره فهي ساعدتها هتعمل ايه؟ الليس علضة ديا قالك ان هي هتمسك آخر proposition ساتثبته مكان او الرب وممكن تلزله لتحت عشان تساعد من في الصعر بتاع عضلة الدايفرام جميل جميل العضلة ديا قالك اما هي لو هتشغل على جنب واحد او هتشغل على الجنا deceive لو هتشغل على جنب واحد وبتعملك lateral friction طب لو تشغل على الجنبين لو شغل على الجنبين هتعمل لك extension جميل هتعمل لك extension سواء انت هايف هتقوم نرجع دهرك لورا او سواء الانتنام بالشكل ده وهتبتدي ان انت ترجع دهرك لورا جميل ده بالنسبة لعضلة القودريتس لامبوروم فاخر عضلة معنا النهاردة من دمن عضلات الابدومين المصل او مستيرر الابدومين المصل بالاخص لي عبارة عن عضلة الالياقس طب الالياقس دي هنعرف زي اللي بنعرفه في كل عضلة origin insertion طبعا اللي هو عبارة عن الاكشن والنيرف سابلويت بالنسبة لورجن العضلة دي جاية منين العضلة دي بكل بساطة هي عضلة اساسية جاية بشكل اساسي يعني من upper two thirds of the iliac fossa اظن ان احنا عرفنا عن ايه الالياقفossa الالياقفossa اللي احنا عرفناها في الاول من ضمن فيتشرس الموجودة في عاصمة البلوكبون اللي هي موجودة في الشكل هنا بالضبط هي عبارة عن الالياقفossa فهو قال لك جاية من من ال upper two thirds of the iliac fossa يعني من الثلاثين العلويين من الالياقفossa جميل وجاية من inner lip of iliac fossa مش قلتلك ان فيه بيكون فيه border هنا border هنا لو هو ناحق جوه انا حتقال iliac fossa بقول عليه inner lip فاحنا شايفين في الصورة هي مسكة قدامنا منه هي فهي جاية من inner lip بتاع iliac fossa و upper two thirds يعني الثلاثين العلويين من iliac fossa جميل جميل وجاية منين تاني وجاية من iliolumbar ligament احنا احنا مشاورين من شوية عن ايه هو iliolumbar ligament قلنا اللي هو جزء ما بين iliolumbar اللي هو كان واخد بورجن برضو منه عضلة القوادريل الثامبورم عضلة احنا كنا اخذينها قبل دين وشاورتلكو ساعدتها الحاجة اسمها iliac ligament هرجعلكو تاني عشان اللي مش مركز معايا اهي iliolumbar ligamentات اللي بكلمكم عنها هي اولا وما سعتقلنا فيه تلاتة كده مع بعض مسكين ما بين العضوات اللي هي اللي اسمها iliolumbar ما بين iliolumbar ligament فده بنقول عليه اسمه iliolumbar ligament جميل جميل وفيه جزء هنا بتاع السقرم وده جزء ال iliolumbar فبيمسك ما بينهم ligament بس فيكون فيه واحد قدام anterior او ممكن نقول عليه ventral واحد posterior او ممكن نقول عليه دورزل بنقول عليه اسمه ايه anterior sacroiliac ligament اللي هو موجود من دمن ال origin بتاع عضلة ال iliolumbar ligament اللي احنا بقول عليه ventral sacroiliac ligament جميل جميل بعد كده فبيقولينا هنا العضلة كده خدنا origin بتاع عضلة iliolumbar ligament يبا تاني قبل انتبطيني العلوين بتاع ال iliolumbar ligament خدت من iliolumbar ligament و ventral sacroiliac ligament يعني انتيره بالضبط sacroiliac ligament جميل جميل ال insertion بتاعه بكل بساطة بيقولك في الكلام ده كله ان العضلة دي هتروح تمسك مع عضلة السويس موجر لان هما الاثنين لهم نفس ال insertion فهيساعده مع بعض في مشقة الطريق اللي هيمر فيه فهي اغاية ما يمسكه في iliolumbar ligament فبيقولينا هنا ان العضلة دي بتكون نزل تحت بالضبط زي عضلة iliolumbar ligament تمام تمام فبيقولك ان يا ايه فيوز and from iliolumbar ligament فبعد كده لما هما الاثنين iliolumbar ligament او يلتحموا او يمسكوا مع بعض ساعتها بنقول عليها اكنهم عضلة واحدة يعني لما نيجي نشوفهم كده اناتهم بمبارة بنعتبرهم عضلة واحدة اسمها عضلة iliolumbar ligament جميل والاثنين هيروح يعمل نفس ال insertion بالضبط اللي هي عبارة عن ايه عبارة عن iliolumbar ligament اول محاضرة خدنا عضلة اسمها iliolumbar ligament كان ال insertion عبارة عن iliolumbar ligament جميل جميل هي دي العضلة عضلة اوصو بتاع الياقسة هي لقيت ان هي مسكة هي مسكتها هي مسكتها هي مع عظمة ناس دلي من فوق ودي الياقسة هي فهيتحدو مع بعض عشان يروح يمسكولي في مين يمسكولي في laser through counter يبقى ثاني هي عضلة بتاع السوس ميجورة هي هتمسكلي في عضلة الياقس عشان يروح يمسكولي في مين عشان يروح يمسكوني في laser through counter جميل جميل الاكشن بتاعها لا دي بسيطة شوية عضلة يعني السوس ميجور يعني السوس ميجور كان بيقولك تثبت حقا تثبت الديستال تحرك البروكسومال تحرك الديستال كان حواراتها كتير شوية لكن دي بسيطة قالك لو انت هتحرك عضلة واحدة بس اليمين او الشمال او اتحرك الاثنين مع بعض اليمين والشمال مع بعض فلو اتحرك عضلة واحدة بس قالك هيعمل friction في الصوي جميل friction في الصوي بمعنى انت هتثبت الجزء دوه وهتبتدي اللي انت ايه وهتبتدي اللي انت تتني اللي هي تعمل يعني ثاني في مفصل الحوض يعني ثاني حاجة لو تحرك العضلة على الجنبين سواء كان اليمين او الشمال فده بيعمل لك ايه طبعا ده بيعمل لك فلوكشن او الترانك لكنك يعني نايم في صوباين بوزيشن وهتقوم هتقوم تتني بقى ايه هتقوم تتني منطقة الترانك بتاعتك النيرف سابلاي بتاعها جاي من الفيمرال نيرف اللي هو موجود في الصورة قدامنا ده جاي جزء يعني تفريعة من البريكيا البلكسس اللي هي عبارة عن ساكر بلكسس موجودة هنا فهو تفرع منها اللي هو عبارة عن الفيمرال نيرف جميل جميل فدي تجميع بسيطة لكل العضاء اللي خدناه النهاردة هي عبارة عن عضل السواء سميجور وقدوريس لامبوروم والياقص مصل يبه تاني عضل السواء سميجور اسمها عضلت ايه اسمها عضلت الخمسة وثلاثة ليه لان هي عبارة عن خمسة سليبس خادت من اول تي 12 ولغية لخمسة وكمان خدت هي في الوصف تاعة كانت موجودة قدام الترانسفيريس بروسس وكوريت حاجة اسمها تندينيس قرش اللي هو كان بيغطي او كروس اوفر الفيسل سيدي راح تعمل انسيرشن في راح تعمل انسيرشن في ليزر ترو كونتر جميل جميل من المشترك معاه في الانسيرشن يا شبابعم المشترك معاه في الانسيرشن يا عضلت healthyayoقص جميل بعد كده اسمها العضلت خمسة سليبخان الكتاب هي نوعز كده ثلاثة يبقى tough Stalin مثل المشتركужamblerine لكن الله راح تأكل معانة طوالهم يتقwell حوارات تكتير هتثبت حاجة وتحرك حاجة فلو هتثبت مثلا اللي هو البروكسمل وتحرك الدستال فليكشن الوزاصاي هتثبت الدستال وتحرك البروكسمل لاترال فليكشن ولو هتثبت هتشغل عضلتين على الجنبين فده بيعملك فليكشن في الترنك الجميل الثاني عضل لها كانت عبارة تاني عضل معنا هي كانت سوى سمير هي بش موجودة معانا هنا في المقارنة بس كان نسميناها واحد واحد طب واحد ليه لان هي جاء من اخر فقرة صدرية واول فقرة قطنية وراحت تعمل انسورشن فين راحت تعمل انسورشن في البكتينيال لاين والبكتينيال امنونس ورقم واحد الثاني عشان كانت نيرفز اضلاي بتاعها كان واخد من اول واحدة لامبر نيرفز جميل جميل و الاكشن بتاع ان هي مش ادي كده يعني في الفلكسور فهي قائد تاني عضل معنا كان ال подоб مثل الוטكونة اللا وهي عضل يسميها 5 اربعة ثلاثة 5 لي لان هي واخدة origin من الفقرة القطنية R5مكنة ما انسوراً من الفقرة القطنية هنا وكان فيه بانépoque مسبع ان فشر شباها 1000 راحت اشترى ان ruskcoms اربعة اربع شانية بتكون اربعة سلس بتائها اربع سلبيمسكه في اول اربع سلبس apenasينها ترسك في او الخطانية ابر فور لمبر وكان اه اكيد مسكت في اخي وراح اتناحية التنفس او هذا تساعد لهم خطاني ikost천ي اي اه اقدامي практически شجيها احطان كثيرا مائظ brought to the trunc Act اخذ موضوعهم صبابه ف masturbation لا يعني اخد معي منهم جاءة كلها وكما احنا قلنا مشتركة في ذي الى عضلة السوسم عليم ايجور وهي عضلة اللي هي الى مشتركين مع بعض في موضوع الى عضلة اللي هي الى الى مشتركين اللي انتم مع بعض في الى مع السوسم عليم عن النجوم ده جميل جميل عضلة الى الى من الشباب كانت جاية بس من حاجة بسيطة جداً من التلطين العلويين بتاع الايك فوسة وكان بتاخد من هذا الكبير حيث تعطي الإلعاب عن الأطول و سنشعلين طول عليا وسنشعل هذه الجزء اللي غير منهم راح تعمل الإنسيريشن فيين راح تعمل الإنسيريشن فييه الياقص وفلت لك في النسوف عشان ينشعل الإنسيريشن فيه الياقص بالحزمة الفارت بعد ذلك حضرة تحرك على جنب واحد وعلى جنب واحد تعمل فريكشن ولا على الجنبين هتعمل فلوكشن في الصعي والعجم بين هتعمل فلوكشن فيه منطقة اللي هو الترانك وخاصة اللي هو انا في رضعات الصوبان واللي بيغزيها دي مميزة جدا مميزة مميزة هي على المجال على القلب ان هي جاملة في ميرال نيرف يعني ما اخدتش من اللي هي التفرعات بتاع الاعصاب اللي بتخرج من النخاع الشوكي اللي موجود جوه الفقرات جميل اخر حاجة معنا موضوع بسيط جدا هو عبارة عن الفشة اولا الفشة دي عبارة عن ياسد اظن ان انت اخدته في استرم ده في المال اوال حاجة اسمها يوفيش الريليس وعرفته ان الفشة دي عبارة عن كونيك تفتشوا كده موصل كل جسمك ببعضه فالفشة دي يعني مش مكتصرة على الفشة البسيطة لان انا هكلمك عن نات الفشة دي بكون مقطيها تقريبا كل حاجة في جسمك عشان هي كده عبارة عن كونيك تفتشوا جميل فهكلمك على جزء من الفشة بس موجودة في جسمين اسمها سوراكو لامبر فشة سوراكو لامبر فشة يا شباب دي مغطية عضلتين هي مركزة شوية على عضلتين عضلة الكوادرات سمبوروم وعضلة سفاكروس بايناس ساكروس بايناس دي هتغضوها طبع عضلات بتاع اللي هو الباككس سنسور تقريبا فدي هتعرفوها فيها يعني ايه عضلة سفاكروس بايناس وكوادرات سمبوروم اللي احنا خدناها النهاردة خدناها النهاردة اللي هي عضلة مميزة اللي هي بتطلع على فوق جميل جميل الجزء اللي هي الأنتيرو لير تبقى موجودة قدامها والتانية موجودة وراها فاكناها كده محوطة عضلة الكوادرات سمبوروم واخر لير منها اللي هي بوستيرو لير اللي هي موجودة ناحية وراه وواحية وراه اللي هي عضلة اللي هي عضلة اللي هي عبارة عن ساكروس بايناس مصر تمام يبقى كده يا شباب احنا خدنا مع بعض النهاردة عضلات البوستيرو الأبدو من الول وخدنا موضوع بسيط جدا وان هو عبارة عن الفشة والفشة دي هتعرفها اكتر فيه لما تفهموا اكتر عضلة الساكروس بايناس مصر واتمنى لان اكون في التوكو النهاردة السلام عليكم